مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب مازلنا بنتكلم عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس وقلنا أن الكتاب المقدس لم ينزل من لوح محفوظ في يوم من الأيام على المؤمنين لكن الكتاب المقدس هو مكتبة مكونة من 66 سفر كتبت هذه الأسفار على مدار أكثر من 1400 سنة كتبها أكثر من 40 كاتب وعش كده لما بنمسك الكتاب المقدس النهاردة نقول آه الكتاب المقدس ده وصلنا على مراحل والكتاب المقدس وصل إلى مرحلته الأخيرة وشكله النهائي في وقت من الأوقات لكن على مدار التاريخ كان الله يعلن وكان الأنبياء يكتبوا وكانت الكنيسة تحتفظ أو جماعة المؤمنين يحتفظوا بما يعلنه الرب وكانت هذه التعاليم وهذه الإعلانات الإلهية سواء في العهد الأديم أو في العهد الجديد هي موضوع تقدير واحترام وحفظ ويعني تقدير كبير جدا من المؤمنين في العهد الأديم وفي العهد الجديد كلمنا عن أول مرة عن طريق الكتابة وازاي كان الكاتب بيكتب وازاي لما بيبقى عنده موضوع عايز يكتب عنه كيف كانت الكتابة في القديم وازاي كانوا بينشروا ما يكتبونه يعني النهاردة أي كاتب بيكتب كتاب بيقعد على اللابتوب بتاعه بيبدأ يكتب عنده كتب اللي عمل منها أريدي الأبحاث بتاعته ويوصل إلى المسودة الأولى اللي يكتبها كويس وبعد كده بيراجع ما كتبه ممكن يعطيه لحد تاني يرجع من الناحية اللغوية أو من الناحية الموضوعية كدكتور مشرف على أكبر منه أو فاهم في الموضوع أكتر منه وبعدين بيصل إلى المسودة الأخيرة النموذجية بيقدمها للمطبعة المطبعة بتقوله عايز كم نسخة يقوله أنا عايز عشرة ألاف نسخة تاني يوم بيكون العشرة ألاف نسخة موجودين زمان ما كانش هذا المواضيع بالشكل ده زمان كان بولي سيكتب رسالة كويس وسواء أنه يعد ويكتبها بيده فكانت الكتابة هي كتابة بخط اليد أو أنه يكون عنده أحد التلاميذ اللي هو يملي عليه كويس والتلميذ يكتب وبعد لما التلميذ هذا يكتب أو الكاتب يكتب يأخذ بوليس الرسول الرسالة التي اتكتبت ويراجعها كويس يراجعها يقراها إذا كلها زي بزبط ما هو عايز يمضي في الآخر اسمه وهو ممكن يقول كتبت على يد فلان الفان لكنها رسالة بوليس الرسول كويس وبعدين هذه الرسالة ترسل إلى روميا كنيسة روميا ييجي مؤمن من كنيسة كورونسوس يزور كنيسة روميا فيقول له احنا عندنا رسالة من رسول بوليس بعتها لنا فيقراها يقول لهم طب ممكن اعمل نسخة منها اخذها الى كنيسة كورونسوس فيعد وينقل رسالة روميا وياخدها معاه الى كورونسوس او يكون جايب معاه نسخة من رسالة كورونسوس لكنيسة روميا وهكذا كان العالم القديم تنتقل فيه الكتابات والكتابات كانت قليلة جدا لانه العالم القديم اولا كان اغلبية الناس لا تعرف الكتابة والقراءة وكان يعتمد في اغلبه على الحفظ والتعليم والالقاء بالطريق الحفظ والحاجة الثانية عشان تكتب رسالة على مخطوطة لابد ان يكون عندك مصاري يكون عندك فلوس عشان تقدر تشتري البردية علشان تقدر تشتري الحبر تقدر تشتري الالم اللي هتكتب به تكون قادر ماديا ولو عايز تنسخها اكتر من مرة يبقى تجيب حد يقدر انه يبقى بروفيشنال في الناس ينسى خالك اكتر من مرة ودوان مكلف لكن هكذا كانت الكتابة في القديم كويس كلمنا عن بعض المخطوطات اليونانية الاسبوع الماضي لكن هتكلم النهاردة زي ما قلت مصر تعتبر يعني مغارة علي بابا مصر تعتبر مغارة علي بابا بالنسبة لمخطوطات العهد الجديد بالنسبة لمخطوطات العهد الجديد بالنسبة لمخطوطات اليونانية بشكل عام وطبعا المخطوطات القبطية لانه الترجمة تم الترجمة المليونانية للقبطية ومصر بلد قبطية فمصر تعتبر فعلا مغارة علي بابا تعتبر المغارة اللي فيها هذه الكنوز كانت موجودة بعضها هتحرق فين مكتبة اسكندرية ياريتنا كان عندنا مكتبة اسكندرية باقية فين الأديرة اللي اتحرقت على مدار التاريخ بسبب الاتحاد ولما اتكلم عن الاتحاد باتكلم عن الاتحاد الاسلامي وهسكلكم بعض المواقف الكثيرة لكن اغلب المخطوطات اليونانية يعني لو كلمنا على على تسعين في المية منها اكتشفت في مصر وفي اديرت مصر وفي صعيد مصر مما جعلنا فخرين كمصريين بهذا الأمر طيب اتكلم النهاردة عن اهم المخطوطات اليونانية انا بتكلم عن العهد جديد انا مش بكلم لسه عن العهد يعني ان شاء الله ناخد كم حلقة عن العهد القديم وكيف وصل الينا العهد القديم تسعة وتلاتين سفر بتوع العهد القديم لكن انا بتكلم النهاردة عن المخطوطات اليونانية ولما اذكر المخطوطات اليونانية على طول حضراتكم تعرفون انا بتكلم عن العهد الجديد لانه العهد القديم اتكتب اغلبه بالعبري وانه جزئين بس منه مكتوبين باللغة القرمية لكن لما اتكلم عن اليوناني احنا بنتكلم على العهد الجديد اهم المخطوطات اليونانية للعهد الجديد طبعا اللي يقدر انه يدرس هذا الموضوع يكتشف انه هناك كتب كثيرة بتتكلم عن هذا الموضوع وهناك علماء معروفين بالاسم تناولوا مخطوطات العهد الجديد اليونانية وبارقامها وبمحتواها مرة الفاتت وريت لحضرتكم مجموعة من الكتب مجموعة من الكتب اللي تناولت هذا الموضوع بسرد وافي وكافي لمخطوطات او برديات خلينا اقول العهد الجديد هنيجي على نتكلم على البهناسة كويس اوكسي نيركوس والبهناسة دي يعني معروفة في تاريخ المخطوطات وهذا الاسم معروف جدا والبهناسة زي ما حضرتكم شايفين هنا تقع فيه تبع محافظة المينيا في جنوب مصر القاهرة في اواخر القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين اكتشف علماء البرديات جرينفيل وهاند الاسمين دول معروفين جدا بالاخص في اكتشافات البهناسة اكتشف عدد كبير جدا من المخطوطات في مكان لالقاء الزبالة قرب البهناسة في المينيا هذه المخطوطات على فكرة من بداية القرن العشرين وحتى يومنا هذا اعتقد انا اتكلم عن جزء اعتقد وصلت الى واحد وتمانين مجلد تم نشره يعني انت بتكلم على اللي قدروا يترجموه لحد الوقت اللي قدروا العلماء يشتغلوا عليه في فترة المئة سنة اللي فاتوا كويس اكتر من واحد وتمانين مجلد تم نشرهم تابع جامعة اكسفورد بس لهذه المخطوطات كويس هذه المخطوطات تعود الى القرن التاني وحتى دخول الاسلام يعني هم نتكلم على مية ميلادية من اول مية ميلادية وحتى سنة ستمية واربعين وقت دخول الاسلام اغلب البرديات اغلب اللي وجدوه العلماء من برديات كانت برديات متعلقة بامور وثائق واراضي واملاك وبيع وشيرة وكل يعني الامور دي ده اغلبية الوجد كويس لانه اي مخطوطة بيكتشفوها بيبدأوا العلماء انه هم يترجموها يعرفوا محتواها كويس ده اول حاجة فعشان يقدر يفرز ما بين ما هو مواثيق وما هو تجارة وما هو كذا وما هو متعلق بالكتاب المقادس هقول لحضراتكم قصة انا كان نفسي يعني انا فتكرتها دلوقتي بس ممكن اوارل لحضراتكم الصور فيما بعد من ست سنين تقريبا او ممكن سبع سنين كان ليه شرف ان انا احضر مؤتمر خاص بالمخطوطات وب ازاي بيتم اكتشاف مخطوطات والمخطوطات اللي وصلت الينا وقتها في المؤتمر دوا علشان نبدأ نشتغل عليها ونعرف محتواها كانت عبارة عن ماسك لرأس اللي هو غطاء غطاء للرأس ممية من المميات اللي بترجع الى القرن الاول او التاني الملادي ما زال المصريين حتى بعد دخول المسيحية كانوا بيمارسوا هذه الامور انه الشخص بالذات لم يكن من عائلة ويموت كانوا يحاولوا انهم يامي حنتوه او انهم يعملوا وشه من بماسك ويرسموا كويس ويرسموا تقطيع وشه على خارج الماسك ده الماسك ده كان بتعمل منين كويس الماسك ده كان بتعمل مين كان بتعمل ملقاتي كانوا بيجمعوا في حاجة اسمها ريسايكلين بيبر ورق اعادة التصنيع الورق زي الورق البرديات اللي هي بعد فترة من الزمن بتدوب او ما بقاش لها استخدام كان يحطوها في مكان من الاماكن فاي شخص كان ممكن يروح وياخد مجموعة من الاوراق دي ويعمل بيها لو عايز فكانوا يجمعوا البرديات دي وبعدين يستخدموا نوع معين من السمغ كويس يعني بعد ما يجيبوها ويحاولوا اطعوا حيث الصغيرة يجيبوا سمغ معين وبعدين يحطوا البرديات دي مع السمغ وبعد لما ينشف لما ينشف يبدأوا يلونوا الوجه دا وبعدين يرسموا العين ويرسموا الفم وإلى آخر فيبقى عندك ماسك في بعض الناس حد النهار دا بتشتغل في المواضيع دي هي مش عارفة هي ممكن تلاقي قطعة تساوي مليارات ملايين كويس فكان في المؤتمر دا في دا الواجه دا الواجه دا اشتروه من مصر من الناس اللي بتشتغل في المواضيع دي ونقلوه وجابوه هنا فعشان يتحلل لازم نفكه فبتحط في مادة معينة كيموية تقدر انها تفك السمغ من غير ما تأثر على البرديات المتقطعة والكتابة اللي في البرديات كويس وبعد لما يتحط في المادة دي يطلعوها قطعة قطعة وفك المخطوطات والحاجات دي كلها كان وقت قليل يعني وبعدين تبدأ ان انت بنظارة مكبرة تبدأ تقرأ لو انت محظوظ هتلاقي كلمة كاملة لو انت مش محظوظ ممكن تلاقي حروف كويس وتبدأ من خلال صوفتوير معين بتدخل الكلمة اليونانية اللي موجودة والصوفتوير يقولك الكلمة اليونانية دي ذكرت فين في انهي الكتابات ذكرت في متة ذكرت في لؤة لو انت حظك كويس هتلاقي نص من الكتاب معدس لكن ممكن تلاقي معظم الحاجات دي عبارة عن كانت مواصيك ووراق خاصة بأشخاص في الوقت دوان كان فيه قطعة صغيرة تعتبر من اقدم القطعة اللي ممكن تكتشف من انجيل مرس وكان بنسبة للجروب كله اكتشاف كبير اقولك بس واحدة من المعانات اللي بيمر بيها مكتشف في اوقات المخطوطات كويس فاغلب البرديات دي كانت عبارة عن عن وثائق ومواثيق اغلبها مكتوب باليوناني وبعضها بالعبري وبعضها باللاتيني وبعضها بالعربي لان الاسلام كان دخل وبدأت اللغة العربية تبقى متدولة بين الناس المجتمع الاكاديمي حصل على خمس تلاف نسخة او خمس تلاف مخطوطة منها لكن في الحقيقة هذه المخطوطات عبارة عن يعني فراجمنز كصصات والبرديات في مجملها كمية البرديات في مجملها اللي كانت موجودة تتعدى نصف مليون بردية أبا كلم على المجموعة للأيوف مقلب الزبالة دا كويس حتى سنة حتى سنة 2021 زي ما قلت لحضراتكم سوري تم نشر المجلد رقم مش 81 86 86 86 مجلد مخصصين متخصصين لترجمة مخطوطات البهناسة طبعا اللي بيترجم بيترجم الكل سواء مرتبطة بالكتاب أو مرتبطة بوثائق لأنه من خلالها بنعرف كيف كان الإنسان يعيش وكيف كانت المجتمعات والعداد والتقاليد والمواثيق إلى آخر كويس وده كله تم نشر تبع جامعة أكسفورد حيث توجد هذه البرديات بالنسبة للبرديات المسيحية مجموعة كبيرة من المخطوطات المسيحية تضمنتها برديات البهناسة كويس عدد كبير من المخطوطات المسيحية في اليوم التاني في اليوم التاني للبحث والعلماء اللي هو جريفن وهونت بيدوروا في اليوم التاني ليوا مخطوطات كثيرة مرتبطة بالكتاب المقدس والمخطوطات دي نقدر أو البرديات دي نبدأ نعدها من بردية واحد أو باريس وان وبعدين فايف وتين واحد وسبعين إلى آخر وإحنا عندنا أكتر من مية تلاتة وثلاتين بردية خاصة ب اكتشافات البهناسة متعلقة بالكتاب المقدس هاخد منها النهاردة بعض البرديات ووريها لحضراتكم هاخد البردية اللي بنسميها بي وان كويس وهي بردية مهمة جدا وتعود إلى نهاية القرن التاني زي ما قلت لحضراتكم ازاي هما الاعلماء بيكتشفوا انه دي تعود لقرن التاني او تعود لقرن التالت كويس اولا بيعتمدوا على الهند رايتنج او اسلوب كتابة اليد يعني انا لو مسكت ورقة مكتوبة 1950 باليد اعتقد غير لما امسك ورقة النهاردة مكتوبة 2023 مكتوبة باليد اللي هتلاقي فرق كبير جدا في اسلوب الكتابة باليد ما بين جيل وجيل كويس طريقة كتابة الحروف تختلف كويس المفردات اوقات بتختلف فالمادة المستخدمة المادة المستخدمة من حبر او برديات او بارده ايضا بتختلف كل الامور دي بتساعدنا لو وجد معها اشياء مكتوبة فيها تواريخ برضو بتقولنا انه ممكن تكون دي بترجع للفاتر الفرانية فالمخطوطة دي P1 بترجع الى نهاية القرن التاني الميلادي ووجدت زي ما قلت في البهنسا في المينيا موجودة حاليا في مدينة فيلاديلفيا بجامعة بنسلفينيا او بنس عدد اربعة اربعة تاشر بيس يعني لو قلنا حوالي اتناشر تلاتاشر عدد من من انجيل متة اصحاح الاول الاصحاح الاول لما نيجي لها ونشوفها عن قرب زي ما قلت ورق البر دي مهما كان ليه فترة زمنية اي حاجة يعني حتى الورق اللي بين ايدي او اي كتاب لما امسك كتاب مثلا بقاله مية سنة بشوف ان ورق اللون اتغير وبشوف ايضا ان الورق بتاعه اصبح ممكن بسهولة جدا يبقى دايب البرديات زمان كانت بهذا الشكل بالاخص اذا استخدمت مرات ومرات ومرات سواء انها تنسخ او انها تقرأ في الكنيس كان لها استخدام اسبوع فأي بردية ومع الزمن حتى حفظها بيأثر عليها اذا لما يتوفر هناك الجو وطريقة الحفظ المناسبة حتى البرديات دي النهاردة في الجامعات او في المتاحف اللي موجود فيها محدود لها كل اللي يحفظها كويس من درجة حرارة من رتوبة من كل اللي يقدر يحفظها لسنين وسنين وسنين كويس فأشكده ما نشوفها بالشكل ده ما نتخضش لكن نقدر نقراها نقدر نقراها نقدر نقراها ونقدر نترجمها ونقدر نشتغل عليها كويس فالبردية كانت زمان زي ما قلت كان ده ده الشكل البردية ودي لو قربنا شوية ايضا الصورة هنقدر ان احنا نشوف ونقدر ان احنا يعني نقرا الكلمات وطبعا زي ما قلت لحضراتكم انه كل مخطوطات الكتاب المؤدس اليونانية مكتوبة ب انشيل او الطريقة انه انه الحروف الكابتل حروف الكبيرة وما فيش فواصل بين الكلمات ما فيش فواصل ما بين الكلمات حتى لو الكلمة نصها تكتب في اخر السطر النص التاني يكتب يعني اوات كتير احنا ممكن نحط شرطة علشان نقول انه احنا نكمل الكلمة تحت هنا لكن ايضا في المخطوطات دي ما كانش بيبقى فيه هذا الامر نرجع الى مخطوطة اخرى P4 و P64 و 67 ودول ايضا اكتشفوا في البهناسة تعود القرن التاني او النصف التاني من القرن التاني لما اكلم عن نصف التاني من القرن التاني يعني بكلم على 150 ميلادية الى سنة 200 ميلادية كويس اكتشفت سنة 1889 ميلادية في قبت كويس دي المخطوطات دي اكتشفت مش في البهناسة لكن اكتشفت في قبت و قبت او الاسم كفت هي تقع جنوب قنع كانت قرية مسيحية وكانت تعتبر مركز مسيحي معروف في جنوب الصعيد لكن للأسف زي ما حاجات كتيرة حصلت بسبب الاتهاد الاسلامي على مر السنين سنة 1172 قام اهل المدينة بالتمرد على ظلم الحاكم اللي كان وقتها اخه صلاح الدين الايوبي كويس ونتيجة لهذا قام هذا الحاكم الشرير باعدام 3000 قبطي وعلقهم على الاشجار حول المدينة ليكونوا عبرة ومعاه تم حرق بعض الاديرة والكنيس يعني حرق الكنيس وحرق الاديرة على فكرة مش اختراع الاخوان المسلمين اللي عملو وقت الثورة يعني 2013 ده اسلوب قديم اسلامي متبع كويس هذه المخطوطة محفوظة في باريس في فرنسا وتحتوي على انجيل لؤة اجزاء كثيرة من انجيل لؤة وكذلك انجيل متة و اجزاء من انجيل متة وده بيقول لنا حاجة مهمة جدا المخطوطة دي بتقول لنا حاجة مهمة ان المخطوطة دي كانت بتحتوي على الاناجيل معا ها واريجانوس الف سوري سنة 180 ميلادية بيقول لنا عن حاجة اسمها الاناجيل الاربعة كتاب واحد له اربعة اشكال اربعة اشكال كتب باربعة اربعة كتاب باشكال مختلفة لكن هو انجيل واحد واطلق عليه تترا ايوانجليون تترا ايوانجليون انا الاربعة والانجيل الاربعة لاجل اهميتها لانها تحتوي على تعليم الرب يسوع كانت الكنيسة الاولى كنيسة الاولى يعني جزء من عبدتها انها تقرى في الاناجيل واعتقد لحد النهاردة هتجي تدون في الكنيس التقليدية بشكل واضح الاراية من الانجيل كويس لازم يبقى فيه اراية من الانجيل في الاداس فالكنيس لانها كانت تؤمن انه تعليم الرب يسوع محفوظة في الاناجيل الاربعة وانا شعب الكنيسة لابد ان يعرف تعليم الرب يسوع فكانت الاناجيل الاربعة موجودة معا موجودة معا انا بكلم على النص التاني من القرن التاني بكلم على 150 لسنة 200 ولان اوريجانوس اتكلم عنها فهي سابقة في الوجود ل اوريجانوس مش حصلت ايامه لانا بيكلم عن الحاجة كانت بتمارس وكانت معروفة كويس فالكنيسة الاولى اهتمت بان زي ما قلت المرة اللي فاتت انه بعد ما تكتب كل سفر كل سفر تكتب مستقلة عن التاني في العهد الجديد بعدها فترة بدأت تبقى في مجموعات مع بعض من اشهر هذه المجموعات هي الاناجيل الاربعة وبعدين رسائل بولوس الرسول وبعدين بنجد ايضا مجموعة اخرى بتضم اعمال الرسول والكنيس والرسائل العامة وبعدين بنجد ايضا سفر رؤية ده اللي كان بيحتويه العهد الجديد كويس انا اتمنى وانا بقول الحاجات دي انه يعني حضراتكم ما تملوش من الحوار لانه يمكن تشعر ان المادة اللي بتتقدم شوية جافة لكن اعتقد انه مهم جدا كمؤمنين ان احنا نقف قدام مخطوطات الكتاب مقدس ونفهم المخطوطات لانه نتكلم بعد كده عن الاختلافات بين النسخ الكتيرة وازاي علم نقض النص النهاردة بيساعدنا ان احنا نفهم النص المكتوب طبعا مخطوطة تشستر بيتي ودي من اشهر المخطوطات او P45 هذه المخطوطة تعود القرن التاني الميلادي تعتبر من اهم المخطوطات تعتبر من اهم المخطوطات مع P46 مع مخطوطة 46 و47 وانكلم عن مخطوطة 46 و47 بالتفصيل لانها ايضا من المخطوطات المهمة اللي اللي بتقول لنا النص اليوناني كان شكله ايه تحتوي هذه المخطوطة على 224 صفحة 224 وكل صفحة تحتوي على 36 الى 37 سطر اوقات كتيرة ما بنتكلم عن المخطوطة كويس او لم يحط P46 او P47 لم بنفكر انه المخطوطة او البردية هيقبار عن ورقة واحدة ورقة واحدة كده كويس موجودة لكن ازاي تكتب ورقة واحدة رسالة بوليس او رسالة بوليس زي تحتف ورقة واحدة فزمان زمان في العهد القديم كانت لانه الاشياء كانت تكتب على جلود الغنم او الماعز بعد عمليات معينة من تجهزها كانت تكتب على طريق الدرج الدرج انه يجيب قطعة الجلد ويحط جنبها قطعة جلد تانية ويخيطهم من النص كويس وتبقى قطعة تالتة وقطعة ربعة الاخروف ده بيبقى درج يكتب عليه سفر كامل كويس وكان بيبقى ملفوف بالشكل دوا ويتفتح بالشكل ده والواحد يقرأ فيه ويكمل الى نهاية لكن العهد جديد تطور فيه شوية الامر واصبحت المخطوطات او البرديات هي بداية ما يطلق عليه الكودكس الكودكس عبارة عن فكرة الكتاب يعني الكتاب اساسا اخد فكرته ان يتعامل اي كتاب النهاردة من الكودكس ففيه برديات يحط البرديات فوق بعض يحط البرديات فوق بعض والبردية بيكتب ويش ودهر بيكتب على الناحيتين كويس ف كان يكتب على الناحيتين فالناحية الاولى صفحة واحد اناحية اتنيها صفحة اتنين والورقة الى تحتها نفس الحكاية فيبدأ يعمل ستاك من او تجمع من الوراءات الصفحات وده يبقى عندي البردية اوريكوا صورتها الخلفية هنا الخلفية اللي ورية دي هي دي مكونة من 124 صفحة او مكونة من 124 بردية مكونين 248 صفحة وبتحطوا فوق بعض ده كان انجيل يوحنة ده انجيل يوحنة ودهما تبقى الورقة الاولينية اللي فوق بيبقى مكتوب عليها الف الف اللي هي حرف الالف او رقم واحد وبعدين البيتا والجام اللي اخره فكان يحط الارقام الصفحات هي عبارة عن الحروف لانه مكانتش الحروف النهاردة سواء الهندية او العربية مكتشفة فكان الانسان بيستخدم الحروف لكل حرف بيدل على رقم كويس دي محفوظة في دابلين في ايرلندا مع مجموعة تشستر بيتي وقد تم شراءها من مصر سنة 1931 وتحتوي على اجزاء كبيرة وكثيرة من الاناجيل الاربعة اللي بيسميها بنسميها تيترا وانجليون وكذلك على سفر اعمال الرسل يا مخطوطة مهمة جدا شكرا لما اتكلم على الاناجيل بنتكلم على طول على بي فورتي فايف يعني واحدة من ووجدت في الفيوم قديما ده جزء من الكتابة واعتقد لو حضرتك مش محتاج حتى زوم لكن اي شخص ممكن درس يوناني ومش بس الدرس يوناني انه عارف الحروف اليونانية لكن كمان عارف ازاي بتكتب هاند رايتنج ازاي بتتكتب كويس يقدر انه يقرأ طبعا هيحتاج وقت انه يحط الفصلة ما بين الكلمات يعني يعني وانت بتقرأ مفيش فواصل ما بين الكلمات كلمات متواصلة كويس وده بياخد مجهود كبير وسنين طويلة من الباحثين والمترجمين والمتخصصين في شغل البرديات او المخطوطات يعني ده شغل عشرات من سنين علشان يتم نشره ده شكل الورق كويس او البرديات بتاعتها والكتابة واضحة الحبر نشكر ربنا الحبر زي ما هو محتفظ ب جودته في شوية طبعا تآكل البردية في حدة معينة بس ده لان البردية عمرها انت بتكلم على 1900 سنة يعني اجي الى كمان تشستر بيتي او البردية رقم 46 ومن اهم المخطوطات التي تحتوي على رسائل الرسول بوليس يعني رسائل الرسول بوليس مجتمعة معا بنجدها في البردية 46 زي ما قلت انه البردية 45 مهتمة بالاناجيل او مجامعة الاناجيل 4 البردية 46 فيها الرسائل الرسول بوليس والرسائل بتتبع الترتيب التاني يعني احنا يمكن اوقات كتير لما بنشوف البردية دي وبنشوف انه ترتيب الرسائل بيبقى مختلف عن ما هو موجود عندنا اليوم روميا عبرانيين كرونسوس الاولى كرونسوس تانيا غلاطيا افاسوس فليبي تسالونيكي الاولى يعني العبرانيين طبعا مش محطوطة بعد روميا في الانجيل بين ايدينا اليوم وهنا افاسوس جاية قبل فليبي احنا عندنا فليبي اه اه يعني اه فليبي افاسوس وكلوسي فالترتيب الى حد ما مختلف تعود الى بداية القرن التاني يعني احنا بنتكلم على 100 الى 150 ميلادية وبعض علماء البرديات بيؤكدوا انها تعود للقرن الاول الميلادي يعني نهاية القرن الاول الميلادي احنا عارفين ان اول رسالة كتبها بولس الرسول كانت سنة 49 والعلماء يعني واحد بعضهم بيرشح كورنس الاولى بعضهم بيرشح تسالونيك الاولى يعني لكن لكن على الاقل تسعة سنة 49 عندنا او رسالة كتبها بولس الرسول وجدت في الفيوم كويس وتحتوي على 104 ورقة اي 208 صفحة كويس ودي الصفحاتها بنقدر طبعا طبعا يعني هتقول الصفحة مش كاملة قالوا الصفحة مش كاملة او لتركش الصفحة كاملة لكن اتجد في مخطوطات اخرى الصفحة كاملة وتقدر ان انت تعرف النص كويس اوي بيقول بيقول ايه دي بعض الصور منها اا زي ما قلت من المخطوطات المهمة اللي هي بردية 45 بردية 46 وبردية 47 وتحتوي على اجزاء من صفر الرؤية تعود الى نهاية القرن التاني وجدت ايضا في الفيوم وتحتوي 14 ورقة 14 بردية سموها ليفز زي الورقة اللي عنب كده بس سموها ليفز كويس اجي الى الى بردية اخرى مهمة ودي البردية رقم 52 لما اكلم على البردية رقم 52 انا بكلم على بردية غيرت في تاريخ النقد الكتابي بكلم على بردية دمرت دمرت افكار العلماء النقاد الليبرالز نحو انجيل يوحنى لسنين طويلة انا بكلم على بردية صغيرة لكن كان لها التأثير انها تدمر نظريات ان يوحنى ما كتبش انجيله وان انجيل يوحنى اتكتب متأخرا يمكن نص التاني او البداية القرن التاني كويس هذه البردية دمرت هذه النظرية ونهاردة ما فيش حد حتى من الليبرال يجرأ يقول ان انجيل يوحنى تكتب في القرن التاني محدش مهما كان تفكيره لبرالي ونقدي نحو انجيل يوحنى بردية 52 او P52 تحتوي على نصين من انجيل يوحنى فيه اصحاح 18 تحتوي على الاعداد من 31 الى 33 والعداد 36 الى 38 ولانها طبعا مكتوبة مكتوبة على الناحيتين يعني مثلا انجيل يوحنى زي ما ورد حضراتكم بيتكتب على الصفحة الاولانية الوش وبيتكتب على الظهر فلو انا عندي قطعة لو انا قصيت قطعة من الورقة دي كده هزي مازال هلاقي كتاب على الوش وكتاب على الظهر صح ده بالزبط اللي احنا بنشوفه هنا انه بنجد يوحنى من 31 الى 33 وبنجد يوحنى 37 الى 38 فالجزء ده جزء مهم الجزء ده جزء مهم خليني قبل ما اقرأ لحضراتكم ووريل حضراتكم باليوناني خليني اقرأ بالعربي علشان بردو يبقى حضراتكم عندكم فكرة عن محتوى هذا النص في عدد 31 فبيقول فقال لهم بلاتوس خذوا انتم واحكموا عليه حسب نموسكم فقال له اليهود لا يجوز لنا ان نقتل احدا والبردية بتبدأ من فقال له اليهود فقال له اليهود لا يجوز لنا ان نقتل احدا ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اي ميتة كان مزمعا ان يموت ثم دخل بلاتوس ايضا الى دار الولاية ودع يسوع وقال له انت ملك اليهود لو رحنا الى الاعداد سبعة وثلاثين تمانية وثلاثين فقال له بلاتوس افأنت ذا ملك اذا ملك اجاب يسوع انت تقول اني ملك لهذا قد ولدت انا ولهذا قد اتيت الى العالم لاشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي فقال له بلاتوس ما هو الحق ولما قال هذا خرج ايضا الى اليهود اليهود وقال لهم انا لست اجد اجد علة فيه واحدة ده النص بالعربي زي ما قلت تعود الى سنة مية الى مية خمسة وعشرين المكسمن بتاعها حد الاقصى بتاعها انها تعود لسنة مية خمسة وعشرين بعض العلماء بيقولوا لا بعض العلماء والدارسين بيقولوا انها كتبت في فترة حكم تراجان كويس ويدون اللي ملك من سنة تمانية وتسعين الى مية وسبعتاشر يعني نتكلم على نهاية القرن الاول وكم سنة في القرن التاني وجدت في مصر مبارك شعب مصر وجدت في مصر مع انها ما تكتبتش في مصر ودي نقطة مهمة لانها بتأكد لنا انتقال المخطوطات من مكان لمكان اتكتبت في افسوس انجليو حانا اتكتب في افسوس بحسب تعليم ابا الكنيسة لكنها وجدت فين وجدت في مصر موجودة في مانشستر اه وكمان في يعني الكوليكشن بتاع جون رايلاند او جامعة جون رايلاند اهي شكلها طبعا لانه المخطوطة دي بتثبت بتثبت لنا انو انجليو حانا تكتب بادري وانو اللي في انجليو حانا هو حق وانو زي ما قرينا هنا في الكتاب المؤدس ده بنقرأ ايضا هنا حتى لو الكلام مش كامل حتى لو النص مش كامل حتى لو الحروف نقصة في بعض الكلمات الا ان دي بتطعن في الادعاء بان يوحنا مش الكاتب وان انجليو حانا كتبه سم بادي ما نعرفهوش واحد ما نعرفهوش كتبه في القرن التاني الميلادي وكما يهلل ويدعي الاخوة المسلمين دون وعي ودون فكر ايضا وعش كده المخطوطة دي تخلي ال الداعية اللي هنشوف في الفيديو بتاعه ده تنرفز ليس ويقول حاجات من الصح عنها وهو بيتكلم عن مخطوطات كتاب مؤدس تخلونا نشوف الفيديو هو فيديو لهذا الامر وبعدين نرجع نعلق عليه جون رايلينز اللي هي بيت 52 اللي هي عبارة عن قصاصة اقل من حجم كف اليد قصاصة واحدة يعني جزء مقطوع من صفحة الحجم المقطوع من الصفحة اقل من كف اليد في الحجم ولا يحتوي على كلمة يونانية واحدة كاملة اسقوصة اقل من حجم كف اليد ما فيهاش كلمة يونانية واحدة كاملة حضرتك كذاب حضرتك كذاب ومدلس والمفروض يتحط على يعني التشيرت بتاعك من فوق الكذاب الكبير بيقولك ولا توجد فيها كلمة يونانية واحدة كاملة خبير يوناني حضرتك قريتها درستها هي اه كصاص صغيرة تسع سانتي في خمسة سانتي كصاص صغيرة لكن لا يوجد فيها كلمة واحدة يونانية كاملة جبتها منين دي اكيد من مصادر اسلامي انا احط لك هنا النص بتاعها باليوناني وبالانجليزي يمكن بتعرف يوناني ويمكن بتعرف انجليزي احطهم الاتنين قدام عدرتك اللي هو النص من اه اربعة وثلاثين الى ستة وثلاثين كويس اللي انا عمله بالأصفر دو دا دا الكلمات اللي موجودة في المخطوطة والمخطوط قدامه دا الانجليز بتاعها يعني انت عندك دجو موجودة for us موجودة anyone موجودة so that the word موجودة يعني في كلمات كلمات كاملة موجودة and he said and the دجو موجودة تقدر ان انت تكون الناس وده على فكرة بيحصل في كل الكتابات القديمة كويس احنا عندنا الناس نقدر ان احنا نكون الناس لكن الكلمات وترتبها والحوار وترتيبه بالزبط زي ما موجود في انجيل يوحنى الجزء الثاني الاعداد اللي هي ستة وتلاتين وتمانية وتلاتين لما يقول this I have been born لهذا انا ولت موجودة كلها يقولك ولا كلمة يونانية كاملة هي كمية الكذب دي ويس وبعدين نفس الكلمة والعالم لا يستطيع ان يشهد للحق وقال له واليهود ولا واحد ولا شيء قصدي لم اجد فيه علة واحدة نوت ويقولك في الآخر ما فيهش كلمة واحدة هما صهما خمنوها دي دي تعتبر اقدم جزء مكتشف من مخطوطات العهد الجديد كويس واثبت هذا الجزء ان انجيل يحن كتب في القرن الاول الميلادي واثبت ايضا ان انجيل كانت منتشرة لان انجيل كانت منتشرة على نطاق واسع لان انجيل يحن كتب في اسيا الصغرى في افسوس في تركيا ووجدنا هذه المخطوطة او هذه القصاصة وجدناها في مصر يا اما اتعمل نسخة من انجيل يحن يا اما انجيل يحن اتشال وراح مصر عشان اتقر في مصر وهكذا كانت الاسفار والكتابات تنسخ وتكتب وتنتقل زي ما قلت ايه هي اهمية البردية 52 او 52 تعتبر اقدم جزء مكتشف من العهد الجديد كويس وزي ما قلت لحضراتكم انه تقول لنا انه انجيل يحن تكتب في القر في نهاية القرن الاول الميلادي طيب اجي الى الاخوة الديشنوية دشنة مشهورة جدا ومخطوطاتها مشهورة جدا واي واحد من دشنة يقدر يفتخر بمخطوطات دشنة زي ما كلنا كمصريين نفتخر بمخطوطات الكتاب المعدس اللي وجدت في مصر مخطوطات دشنة او بنسميها بودمر او او P66 مخطوطات دي مخطوطات مهمة جدا في كتاب اتكتب معرفش اه كم واحد ارى الكتاب ده يعني مش معروف كتير كتاب اسمه اديورة الصعيد والكنوز في جرار جرار اللي هي جمع يعني جر او زلعة كويس زلعة زي زلعة الجبنة القديمة او العسل اللي سود اللي بيتشال في الصعيد مخطوطات دير الانبة بخميوس كويس المخطوطة المعروفة باسم بودمر وده الكتاب ده عملوا الدكتور القص الراحل عبد المسيح استفانوس مدير عام دار الكتاب سابقا وهو في المجد دلوقتي لكن كتب لنا قصة اكتشاف هذه المخطوطات يعني كتاب شيق جدا وبيقول لنا يعني ازاي كانت المخطوطات دي بتكتشف واسراع ما بين التجار والربح والهروب من السلطات والتهريب الى اخر اللي كان بيحصل في ديشنا وبالاخص في جبل ابو مناعة او ابو مناعة اكتشفت هذه المخطوطة مجلد من مخطوطات اخرى كثيرة هي ليست مخطوطة امتكلم على ورقة امتكلم على مجلدات رزم من المجلدات سنة 1952 ويرجح انها كانت في مكتبة دير الانبا بخوميوس بيتفو هذا المجلد اللي اتكلم عنه النهار دا يحتوي على انجيل يوحن اللي هو ورايا دا الصورة اللي ورايا دي هي انجيل يوحن فوق بعض كده طبعا انت لو رحت علشان تمسكه ممنوع انك تمسكه لانه يخاف على البرديات كويس يعود عمر هذا الى القرن التاني الميلادي والبعض منه العلماء يؤكد على النص في الاول من القرن التاني يعني بتكلم على 150 ميلادية تتكون المخطوطة لورايا من 68 بردية 68 ورقة كويس و 68 في اتنين لانه بيكتب على الوش وعلى الظهر يبقى عندي 256 صفحة من الكتابة التي تحتوي على انجيل يوحنى محفوظة في جينيف في مكتبة بودمر في جينيف في سويسرا ده سورتها من زاوية زورتها من زاوية أخرى وسورة من زاوية أخرى وده طبعا الكتابة قدام حضرتكم تقدروا تقروا يعني كتا يوحنان ورقم الصفحة فوق كويس وده الانجيل بحسب يوحنى وتقدروا تقروا ان ارخي ان هولو جوس الى تقدر انك تقسم الكلمات طبعا بنسبة لنا احنا سهلة لان احنا عارفين النص بتقري ازاي فتقدر ان انت تقف لكن انت لو ما عندكش دراية من جيل يوحنى هتقعد وقت عبال لما تفجير اوت او تعرف الكتابة دي قصة اكتشاف المخطوطة هاخد الدقيق الباقية من البرنامج واكلم عن قصة اكتشاف المخطوطة لانها يعني شيقة كان حسن السمان واحد اسمه حسن السمان ومحمد الغزالي اللي اتنين كانوا بيحفروا على بعد 300 متر من سفح جبل ابو مناع كويس كانوا بحفروا البعض بيقول انه كانوا بيحفروا عشان يطلعوا سبخ او الامور دي لكن كانوا بيحفروا على بعد 300 متر من جبل ابو مناع اكتشفت زلعة او مجموعة كويس الزلعة من الفخار كبيرة وكان كانوا مترددين يكسروها لانها مقفولة كويس كانت مقفولة مترددين يكسروها او خايفين يكسروها ليه انت بيكلم على يعني 70 سنة فاتت وقصص الخرافية والخزعبالات اللي كانت موجودة واللعنات المصرية اللي كانت موجودة وخروج العفريت من الزلعة والشياطين والجن ف يعني لما اكتشفوها وحسن هو يعني اكتر واحد كان الزعيم ف رفض في البداية انه يكسرها لكن الرغبة في انه ممكن يكون فيها كنز وممكن يبقى اغنياء وممكن يبقى فيها اكتشاف ذهب او فضة موجودة تحت الارض ف الرغبة في الثراء واكتشاف كنز دفعته انه للمغامرة انه يكسرها لكن بمجرد بمجرد انه كسرها تبددت مخاوفه وطارت احلامه الاتنين مفيش جن لكن كمان مفيش دهب ولا في فضة في ورق في برديات كويس نتيجة لكسر للزلعة تطيرت طبعا بعض الاجزاء من البرديات وبسبب الجهل هو راح لمهم لمهم في طرف الجلبية الجلبية بتاعته رفعها كده وحط فيها الاوراق دي كله البرديات دي وخدها الى بيته في جلبيته هو مش عارف هي دي لها ايما كان في كتاب واحد من الكتب لغلاف من الخشب مزارف الاخ محمد العزوزي خده طمع فيه وخده كان حسن السمان بيقيم مع حما في بيت حما كان بيقيم في بيت حما مع عائلة زوجته واللي هو عمر العبادي حاول اخه مراته انه ياخد بعض الاجزاء دي ويغري ويشتريها منه باي تمن رفض وهم عاديين في البيت عايزين يشربوا جوزة او ارجيلة وعايزين يدخنوا يجيبوا شوية من الورق ده ويحطوها ويولعوا بيه الارجيلة عايزين يدفوا فيهم الايام او ينوروا هو رايح الزريبة او داخل الان اروح جايب ورقة وينورها لان ما كانش فيه كهرباء في البلد اا لكن عبد العالي اللي هو اخ امراته كان بيشتغل عند جواهرج جواهرج ده كان يعتبر واحد من اغنياء دشنة كان اسمه صبحي كستاندي دميان اعرف عن موضوع الاكتشاف ده وهو من عائلة كهنوتية هو من عائلة كهنوتية في دشنة ويعتبر العائلة اللي كانت مسؤولة عن اكتشافات ناجع حمادي مخطوطات ناجع حمادي كويس اخذ المجلد صبحي اخذ مجلد منه وبعدين ابن صبحي اخذ المجلد وراحوا عرضوا للبيع على المركز الابطي المركز الابطي راح موبخه وقال انت مالكش حق في المجلد ده واحنا هنسجنك وصادر المجلد ده لكن بعد فترة تدخل بعض الناس اليوم نفوذ واقنعوا المتحف الابطي انه يرجع المخطوطة دي انا عارف انا اكمل اكمل الجزء ده في المرة اللي جاية لان الوقت مش هيسعفني اني اكمل القصة دي مع حضرتكم لكن اللي عايز اقوله انه مخطوطات الكتير المعدس من اهم المخطوطات اللي بتثبت صدق الكتير المعدس هنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية الى ان نلتقي سلام المسيح مع حضرتكم مخطوطات